أن له أب وله إخوة أيضاً وكل واحد من هؤلاء الأخوة له مرتب وله عائدة إلا أن والدهم يفر على احتدام مرتباتهم رغم لوازنهم واحتياجاتهم ويرجوكم بالتوزير شباكم الله خيراً ما شكى أن الوالد حقاً على أولادهم وله أن يأخذ من أموالهم ما لا يحتاجونه ولا يضر بهم أعلى كل من الطرفين الاعتدال في هذا الأمر على الوالد أن لا يكفذ أولادهم وأن لا يboatق عليهم لأن يأخذ منهم شيئاً يحتاجونه وعلى الأولاد أن لا يضحلوا على والدهم وأن لا يكره أهلهم من أموالهم لكن على الوالد أن يعتدر له واللعيد سفادي الأولاد ويأخذ منهم ما يتحدون إليه أو يتمررون يأخذ جزائكم الله وخيرا وأحسن عليكم